وزير الصحة صرح من خلال وكالتنا اعلامية بأننا سنلجأ للتعليم الالكتروني بشكل كامل لإطالبة الجامعات والمدارس في ظل الزيادة الحاصلة بفيروس كورونا وهذا القرار الأول الذي رفعناه لخلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة بعد أعلان محافظة ديوانية تعطيل الدوام في المدارس بسبب الأحوال الجوية مباشرة أعلن محافظة نجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية والمتوقع استمرارها إلى يوم الأحد توفي الفنان المصري القدير عزة العليلي يوم أمس الجمعة عن عمر نهزة 86 عاما وقال نجله محمود العليلي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توفي صباح اليوم والدي الفنان عزة العليلي وجه نجم البرتغالي كريسيانا رونالدو هدى فريق يوفنتا سليطالي رسالة لجماهيره بمناسبة عيد ميلاده السلس وثلاثين وقال رونالدو في تغريدة عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي 36 سنة لا تصدق يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ الأمس تغلب فريقا ترميلان على مضيفه بيورنتينا بهدفين نظيفين في أعلق الذي جمعهما وذلك في افتتاح منافسات جولة الحادية والعشرين من الدور الإيطالي لكورات القدم